اهلا ومرحبا بالجميع اهلا بكل من التحق بنا الحقيقة ثم مشكل صغير نحاول نعالجوه مع بعضنا اللي هو البعض في المدة هذه ونحن في اواخر السنة شاد الكورو يحفظ فيه الحقيقة يظل ثم تقنية اخرى وادات اخرى وسبيل اخر واسلوب اخر للتعامل مع الفلسفة غير ان ينحفظ لانك تبدأ حافظه مش فاهم ديكوالساجي الامر لن يتم على بدرجة كما نريده او كما نريد ان نحقيقه الحل سهل وواضح ايجا نفهم ديكوالساجي نفهم عنوان الدرس ومن خلاله هو النجم نفهم ما يمكن ان نؤسسه من فهم لهذا الدرس اما من خلال العلاقات بين المفاهيم وانا من خلال البحث في المفاهيم ذاته وفي مضامين هذه المفاهيم المسألة اسمها الاخلاق الخير والسعادة الحقيقة انه ثم نوعان من العلاقة علاقة اولى تربط بين الاخلاق والخير باعتبار ان كل اخلاق لا تتحقق الا بوصفها خير اذا العلاقة الاولى هي علاقة تربط بين الاخلاق والخير وتتلازم الاخلاق ضرورة مع الخير في معنى اخر نبحث ايضا عن علاقة اخرى ولكن هذه العلاقات تحكمها كالواو هذهك هي واو تظهر وكأنها واو ربط لكن الحقيقة الواو هذه لا تحمل على الربط وحده لا تحمل على التلازم وحده وانما بامكانها ايضا ان تحمله على التعارض وعلى الفصل بين الخير والسعادة اذا ما اردنا اذا ان نبحث في اصل العلاقة بين الخير والسعادة نكتشف ان هذه العلاقة بين الخير والسعادة تتحقق ضمن بعدين وضمن مستويين المستوى الأول هو هذا الذي يدعو إلى ضرورة التلازم بين الخير والسعادة يطلب الخير من أجل السعادة ويكون الخير بهذا المعنى هو الوسيلة التي نصل بها إلى السعادة وتصبح السعادة بهذا المعنى هي الغاية وهي الهدف الذي نطلبه السؤال هو هذا ما الذي يدعو إلى فعل الخير ما الذي يدعو إلى فعل الخير الذي ليس يعمل الخير يعمل في الخير عليه الذي يعمل في الخير وفق التصور هذا الذي قايم على التلازم بين الخير والسعادة يكتشف أنه يرفع من قيمة السعادة باعتبار أن السعادة هذه هي النتيجة هي الهدف الذي نريد أن نصل إليه ويحول الخير إلى وسيلة يعني لو لا السعادة لما كان الخير ولو لا السعادة لما طلب الإنسان الخير يطلب الخير إذن من أجل السعادة الخير هو الوسيلة لتحقيق الغاية والغاية هي السعادة القول بالتلازم يتنزل داخل مجموعة من النظريات الأخلاقية التي تقول بالترابط بين الخير والسعادة وجميعهم ينطلق من اعتبار أن الخير هو الوسيلة وأن السعادة هي الغاية ننطلق إذن من الموقف الأخلاقي الأول وهو الأخلاق الأبيقورية لبيكوريزم تعتبر الأبيقورية أن اللذة هو ما يجب أن ننطلق منه والمقصود باللذة ليس اللذة الجسدية ولا الشهوات الجنسية المقصود باللذة هي الخير الذي يتوافق مع ما هو طبيعي الخير الطبيعي شو معناه الخير الطبيعي؟ الخير الطبيعي هو هذا الذي يولد معنا يتلازم معنا ولا يمكن أن نتخلى عنه ويحقق نوع من المتعة ولكن هذه المتعة هي متعة نافعة علىه لأنها بإمكانية أن تحقق السعادة يصبحوا ولا تصبحوا اللذة هي هذا الخير الذي يتوافق مع ما هو طبيعي ويحقق المنفعة ويؤدي إلى تحقيق السعادة نظرية أخلاقية أخرى تدعو إلى نفس التصور وتقول بالتلازم بين الخير والسعادة هذه النظرية هي الأخلاق النفعية الأخلاق النفعية تعتبر أن المنفع العامة تمثل الخير المشترك وهو ما يمكن أن يحقق السعادة المقصود بالمنفع العامة ماذا نقصد بالمنفع العامة المنفع العامة قلنا أنها تمثل الخير المشترك ولكنها تمثل أيضا استجابة للوجدان الاجتماعي انطلاقا من البحث عن المنفع التي تحقق الخير لكل المجموعة كلما كان الخير يتحقق في شكل منفعة ويتوزع على أكثر عدد ممكن من الأفراد إلا وكان ذلك هو الخير بإطلاق وهو ما يحقق السعادة إلى حد أنه بالنسبة إلى النفعيين يمكن أن تقاصى السعادة السعادة قابلة للقياس وذلك بأن نطرح بأن نجمع أكبر قدر ممكن من المنفعة وبأن نطرح منها كل ما من شأنه أن يكون سببا في الألم حتى ولو كان قليلا إذن تجميع أكبر قدر من المنفعة وطرح ما يمكن أن يمثل ألما أو شقاء بالنسبة إلينا حينما نفعل ذلك نؤسس لي قاعدة حسابية كمية نحتسب من خلالها المنفعة وهو ذلك وحده ما يحقق السعادة بالنسبة إلى أخلاق الرفاه وهي أخلاق مجتمع الاستهلاك هذه الأخلاق التي تدعو إلى أن يكون الخير هو الحق الذي يجب أن يتعمم على الجميع فمن حق الجميع أن يتمتعوا بالسعادة فهذه السعادة هي سعادة متاحة للجميع ولكنها تربط الخير بالأشياء المادية بامتلاك الأشياء المادية التي يتم استهلاكها ولمن أراد أن يزيد في سعادته عليه أن يزيد في الاستهلاك وفي ملكية الأشياء المادية وإذا ما كانت الخيرات تنفتح على التكثف والتنوع والتكثر فإن السعادة أيضا تنفتح على المتكثر منها على المتكثف منها على المتنوع منها تنوع الخيرات إذن يؤدي إلى تحقيق أنواع من السعادات في مقاربة اجتماعية إذن أخرى يبحث ديركايم عن أصل الخير فيرد هذا الخير إلى الواجب الاجتماعي ويعتبر أنه كلما تماثلت المجموعة في أخلاقها إلا وتحقق التشابه على أن هذا التشابه الناتج عن الامتثال إلى الواجب الاجتماعي بإمكانه أن يحقق السعادة تمثل إذن السعادة هي الخير تمثل إذن عفوا تمثل أي تمثل السعادة هي الأصل والخير تابع للسعادة الخير هو الوسيلة التي بها نحقق هذه السعادة نحو اكتشاف قاعدة تمثل التلازم بين الخير والسعادة وقاعدة يقوم عليها مبدأ التلازم بين الخير والسعادة فنحن ننطلق من الخير لنصل إلى السعادة ليكون هذا الخير هو الوسيلة ولتكون السعادة هي الغاية التي نصل إليها على النقيذ من ذلك تماما يوجد من المذاهب الأخلاقية من النظريات الأخلاقية ما يعارض هذا التصور ويؤسس موقفا قائما على علاقة الخير والسعادة ولكن هذه العلاقة تقوم على التعارض تقوم على الفصل بين الخير والسعادة فنحن لا ننطلق من الخير لنصل إلى السعادة وإنما ننطلق من الخير لنصل إلى الخير إذا ما كان التصور الأول في مستواه الأول يربط ويلازم بين الخير والسعادة فإن التصور الثاني في مستواه الثاني يربط بين الخير والخير ويتم الاستغناء عن السعادة حينما نقول الاستغناء لا يعني أن الإنسان عليه أن يتنازل عن السعادة عليه أن يستغني عنها تماما وإنما يعني أنه لا وجود لعلاقة حقيقية بين الخير والسعادة فالخير الحقيقي هو الذي يجب أن يطلب من أجل الخير ليكون هذا الخير هو المبدأ الذي ننطلق منه ويكون هذا الخير هو النتيجة التي نصل إليها هذا التصور يؤسس له كانت يعتبر كانت أن الخير يطلب من أجل الخير وأن الأخلاق تطلب من أجل الأخلاق ننطلق من الخير لنصل إلى الخير فالخير هو الوسيلة هو المبدأ وهو الغاية التي يجب أن نصل إليها وليست السعادة إلا تابعة للخير بهذا المعنى يكون الخير هو الأصل هو المبدأ الذي من أجله يتحقق كل خير والسعادة شعملنا فيه السعادة هي استحقاق من كان يطلب السعادة لا يمكن أن يطلبها بالخير لأن السعادة تقوم على نوع من الاستحقاق والجدارة السعادة سواء كنت تفعل الخير أو لا تفعلها أو لا تفعلها فإنها سواء كنت تفعل الخير أو لا تفعل الخير فإنك ستصل إليها إذا ما كنت جديرا بها إذا ما كنت لك هذا الاستحقاق في تحصيلها السعادة لا يعنينا شأنها السعادة انتظار السعادة أمل وليس قرار الخير وحده هو الذي نختاره الخير وحده هو الذي يمثل القرار والاختيار وهو الشأن الذي يعنينا لأننا نمتلكه ولأنه بأيدينا أما السعادة فشأنها لا يعنينا نحن لا يمكن أن نفهم علاقة الخير بالسعادة إلا ضمن هذا التصور الذي يقيم نوعين من العلاقة علاقة قائمة على التلازم بين الخير والسعادة ويؤسس لها كل من أبي قور جو سيوارت ميل وأخلاق الرفاه والأخلاق الإجتماعية وأخلاق أخرى تفصل بين الخير والسعادة وتؤسس لها الأخلاق الكانطية بوصفها أخلاق عقلية في تصور آخر ماذا عن هذه الأخلاق وعن هذا الخير وعن هذه السعادة هل يمكن القول أن الخير واحد بالنسبة إلى الجميع وأن السعادة مطلقة يجب أن يصل إليه الجميع وأن كل ذلك هو متاح بالنسبة إلى الجميع بشكل اتفاقي يبدو أن الأمر على خلاف ذلك لماذا؟ لأن الأخلاق تحمل داخلها شروط التشكيك فيها مما يحملنا على مراجعتها نراجع الأخلاق ونشكك فيها ونراجع السعادة لا من أجل أن نشكك في السعادة وإنما من أجل أن نبحث في سبل أخرى لتحقيق السعادة أو في العواق التي تحول دون السعادة ننطلق إذن من التشكيك في الأخلاق سنبحث في مرجعيتين تدعونا إلى مراجعة المفهوم الأخلاقي ومراجعة مفهوم الخير أول هذه المرجعيات هي المرجعية الأخلاقية الماركسية التي تعتبر مع إنجليز أنه لا وجود لأخلاق حقيقية أن الأخلاق لا توجد بمعنى أن لها وجود حقيقي وأن القيم الإنسانية هي قيم محكومة بما هو تاريخي وبما هو متغير بل إن ماركس وإنجليز يعتبران أن المواعظ الأخلاقية لا يمكنها أن تغير من الواقع ومن الحياة شيئا فمن أراد أن يغير من حياته أو من واقعه من أراد أن يقضي على الشرور ويتجاوزها عليه أن يبحث في الدواعي والأسباب التي تؤدي إلى الشرور نحو معالجتها إن الأخلاق بالنسبة إلى إنجليز وماركس ليس إلا نتاجا لصراع الطبقات وليس إلا نتاج للتناقضات الطبقية داخل المجتمع في مرجعية أخرى يدعونا نيتش إلى شكل آخر من الأخلاق إنها الأخلاق التي تصالحنا مع الرغبات مع الذات مع الحياة على أن الأخلاق القائمة هي أخلاق تتحقق ككذبة أو كوهم الأخلاق كذبة والحقيقة وهم ولا يجب علينا أن نؤمن بالأوهام يجب العيش دون وهم حسب نيتش ذلك أن الأخلاق الحقيقية هي التي تبشر بحياة دون أوهام أو ادعاءات ولكن بتحمس وفرح إن الأخلاق حسب نيتش هي أخلاق الضعفاء أخلاق العبيد الذين هزمتهم الحياة فأرادوا أن ينتقموا منها عادوا إلى الحياة لينتقموا منها لأنها اختارت الأقوية وطردت الضعفاء هؤلاء الضعفاء الذين لا يقون أبدا على أن يسايروا الحياة في قوتها على أن يسايروا الحياة في رغباتها على أن يسايروا الحياة في رغباتها وفي ما تدعو إليه من الاحتفال بالذات من الضروري حسب نيتش الإصغاء لصيحات معاناة الإنسان نحو الاحتفال بإرادة الحياة وإرادة القوة إن الأخلاق ليست إلا قيم المهرجين هؤلاء البسيطين هؤلاء المخادعين الذين هزمتهم الحياة فعادوا ليحتالوا على الأقوياء وليحتالوا على الحياة ذاتها إن الأخلاق التي يصنعها العبيد والضعفة هي قيم ارتكاسية تعوق وتمنعه من تطور الحياة هذا ما يتعلق بالتشكيك في الأخلاق فماذا يتعلق بالتشكيك في السعادة هل توجد فعلا هذه السعادة يبدو أننا يجب أن نفهم السعادة على غير ما يفهمها العامة من الناس بالنسبة إلى فريد وفي مقاربة داخل مجال معالجة السعادة والبحث فيها يعتبر فريد أنه لا يمكن الإنسان أن يكون سعيدا ما دامت هناك عوائق تمنع من وجود السعادة ويحدد هذه العوائق التي تمنع وجود السعادة في أربعة عوائق أولها قوة الطبيعة الغاشمة التي لا تفعل إلا أنها تهزم الإنسان لتتحول هذه القوة إلى قوة تهزم الإنسان وتحرمه من كل سعادة قوة الطبيعة الغاشمة المقصود بها ماذا؟ الكوارث الطبيعية العواصف الزلازل كل ذلك يهدد سعادة الإنسان ويسقطه في الشقاء ثانيها ضعف التركيبة الجسمية للإنسان وهو الذي يهدده المرض ويهدده العجز وتهدده الشيخوخة والهرم ثالثها أن الموت يباغت الإنسان فناء الإنسان الذي يتعقبه من خلال الموت إن الإنسان كائن فان وفي ذلك ما يؤلم الإنسان فنحن نفقد من نحب فنحن نفقد هؤلاء الذين تربتنا بهم كل أواصر العلاقات التي يمكن أن تؤسس لعلاقة حميمية نشعر بعدها بالخواء الموت يطاردنا من كل جانب الفناء يتعقبنا وذلك يفسد علينا هذه الحياة أما رابع هذه العوائق فتتعلق بالحضارة الإنسانية الحضارة الإنسانية التي تراكم من اللذات ولكنها بقدر ما تراكم من اللذات فإنها تحرمنا من المتعة بها فنحن لا تحرمنا نستمتع بمتعة إلا لنحرم من متعة أخرى خاصة وأن الحضارة الإنسانية هي حضارة قمعية تخلف الحرمان والألم هذا الحرمان والألم هو نقيض السعادة وهو مساو للشقاء في مرحلة في مرحلة في مرحلة أخرى يمكن أن نشتغل على المرجعية الفلسفية لرسول الذي يعتبر أننا لا يمكن أن نعرف السعادة المطلقة ولا الشقاء المطلق فكل شيء مختلط في هذه الحالة لا توجد السعادة إلا بقدر ما يوجد الشقاء ولا يوجد الشقاء إلا بقدر ما يوجد السعادة والحياة تسير بين شقاء يفاجئنا وبين سعادة تغادرنا إن أسعد الناس حسب رسول من يكون أقل توجعا بالألام وأشقى الناس من يكون أقل شعورا بالملاد كلما نقصت آلامنا إلا وزادت سعادتنا وكلما زادت سعادتنا إلا ونقصت آلامنا وذلك هو ما يحقق السعادة ما يشترك فيه حسب رسول ما يشترك فيه الجميع من الناس أن نصيب وجود الآلام أكثر من الملاذ دائما أن كم الألم الذي يعيشه الإنسان هو أكثر من كم الملاذ الذي الذي يمكن أن يحققه وتقاس سعادة الإنسان لدى رسول بالمقدار الأقل للشرور والآلام كلما اعترض الإنسان أقل ما يمكن من الآلام إلا وأمكنه بذلك أن يحقق شكلا من السعادة أما البؤس فيقوم على هذا التفاوت بينما نرغب فيه وبينما نكون قادرين على تحقيقه بينما نطلبه من رغبات وبين طاقتنا على تحقيق هذه الرغبة ثم تفاوت حقيقي إذن بين أحنا أشن حب ماذا نرغب وبين أشن نجم نحقق من هذا الذي نرغبه هذا التفاوت صنع بؤس حقيقي للإنسان صنع ألما حقيقي للإنسان إن الإحساس بتساوي الرغبات والطاقات معنا حينما تتساوي الرغبة متاعي مع الطاقة التي أمتلك والاستعداد الذي أمتلك على تحقيق هذه الرغبات حينها تكون السعادة بإطلاق ينصحنا رسو بهذه الحكمة في الأخير لتحصيل السعادة الحقيقية فالسعادة الحقيقية تكمن في هذه الحكمة إننا لا يمكن أن نحقق السعادة مطلقة وإنما علينا أن نبحث عن تقليل الفرق بين الرغبات والطاقات حينما نقلل من الفوارق بين قوة الرغبة وبين ما نمتلك من الطاقة حينها يمكن أن نحقق القوة والإرادة فيكونان متساوي في معنى حينما تتساوي القوة والإرادة حينها فقط يمكن للإنسان أن يحقق السعادة فالسعادة الحقيقية لا نصل إليها إلا إذا ما كان إلا إذا ما كان كم الرغبة مساويا لكم الطاقة حينها فقط يمكن أن نحقق كل سعادة هذا ما أردنا أن نبينه لتلاميذنا ممن نختار أن يتابعون تابعون دائما ففي ذلك ما ينفعكم هذا ما كان منا نلتقي على محبة وعلى فرح لا يفارقنا دمتم سعداء ودون ألم شكرا للمشاهدين